يقول النبي محمد عليه وسلم ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام هذه اعمال هامة جدا في غير القطورة والاهمية اول حاجة افشاء السلام ان انت تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف دائما بس افش السلام هنا مش معناه القاء السلام باللسان بس طبعا انت اساس القاء السلام باللسان ولكن ان تكون افشاء المحبة والمودة والعفو بين الناس والكلمة الجميلة وكل ما يؤدي الى المحبة بين الناس هذا السلام هو ايه مش قول بس لا قول وسلوك بحسن الخلق والكلمة الجميلة والاحسان للناس والعفو عنهم ومخابلة الاستعادة والاحسان هذه سبيل عظيم جدا من سبيل دخول الجنة ان شاء الله يعني افشاء السلام من احد الاسباب الرئيسية لتثبيت الامام في القلب ودي المسألة مهم جدا واطعم الطعام ايوه اطعم الطعام دي مسألة الحقيقة في غير الامية كان ليس بنساعد رجل الله عنه كان يقسم اطعام الطعام للناس كان عنده الحقيقة بيت وكان بيدخل عليه كل يوم سلسماء يطعمهم الطعام وكان سبحان الله كانوا يأكل الاكل البسيط وكان يعطي الناس الحقيقة افشاء السلام واطعام الطعام وصلة الارحام بعض الناس فهمين صلة الارحام غلط يعني في بعض الناس يقول لك انا لا بعرفه ولا بيعرفني ولا بكلمه ولا بكلمني لا دي قاطع الأرحام الأرحام أنك تصله وإن كان لا يصلك كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ يعني لو بيصلك وبتصله مش سلة أرحام لا ده هو يكون مقاطعك وانت تصله دي سلة الأرحام قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم يعني المقاطع رايب ده لا يدخل الجنة لماذا لأنه لا يقبل له عمل صالح مهما أتى بالأعمال الصالحة يوم القيامة لا تقبل أنه قاطع لرحمه فينبغي على الإنسان يكون حريصا على الإحسان الأقاربه وبالذات الأم والأبدو الأول حاجة وآخر حاجة بقى وصلوا بالليل والناس لأن صلاة الليل الحقيقة من أعظم الأعمال الصلاة عند الله كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة أو أعظم الصلاة في الأجر بعد الفريضة هي صلاة الليل وصلاة الليل الحقيقة بجد فرضها ربنا على الصحابة الرضيون عليهم عاما كاملا عشان يسبت الإيمان في قلوبهم هؤلاء الرجال الذين حملوا هذا الدين كان صلاة الليل فرض عليهم سنة كاملة لأن ربنا يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مخيلة تسبيطا للقلب وزيادة في الإيمان وترصيخا للاتصال بالله سبحانه وتعالى